السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة بوتيت كويزين او شهيوات اومنزار انا احب بكم مع وصفة جديدة وفيديو جديد نتمنى يربي تكونوا في احسن الاحوال وانتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله الوصفة دينا او الشهيوة دينا هي عبارة على غاتان ديال النجال والبطاطا كي يجي رائع جدا مع اضافات لبسيطة وكي يجي اقتصادي دي بدون لحوم بلا طون بلا لحوم كي نديروها غير بالبيض والخضر اللي متوفره عنا نتمنى ان الوصفة دينا اليوم تنال اعجابكم وتجربوها اكيد ستعجبكم بزاف بزاف كيف ما عجبتني وعجبت العائلة ديالي اكيد حتنسوا ما غالي تحجبكم نتمنى انكم تجربو الوصفة وما تنسونيش هالبنات من الضغط على زر اللايك للتشجيع ضروري زر اللايك هو المهم في الفيديو اه بالنسبة للمقادير عندي هنا ثلاثة ديال الحباس ديال البطاطا اللي قطعتهم وقعبات رشيتهم بشوية الملحة وقليتهم بها الطريق يعني ما حمرتهم مش بزاف عندي كذلك هنا جوج حبات ديال الفلفلاء اللي قطعتهم هكذا شرائح متوسطين وقليتهم كذلك وصفيتهم وعندي البدنجان اللي نقيته جهيه و جهلة وكذلك اه قليتوا ورشيتوا بالملحة دوسته بالدقيق وقليتهم عندي السلسة ديال الطماطم والبيض والجبن المبشور بالنسبة السلسة ديال الطماطم أنا غدي نمجدها معلكم هنا عندي البلس هنا جوج حباس ديال الماطيشة محكوكين كبار وعندي جوج فصوص ديال تسومة تذلك محكوكين قليل من زيت المائدة ونضيف كذلك الملح نصمع القصغيرة ديال الملحة وردوا البنات عفكم البال من الملحة لأنكم رشين بها دنجال ورشين بها البطاطا تخافوا تكتروا الملحة بزاف وماذال نديروا واحد شوية في البيض يعني كل حاجة نسموها بشوية شوية ديال الملحة ما تكتروا الملحة أضافت الملحة ومع الققدة ديال الإبزار سأخلط المكلة بس saisم حيث نحن المقلبة تلتغذر الصغير ونضيف الملحة راس مع القدرة صغيرة مصورة أو زنجبيل نضيف ملعقة صغيرة ممسوحة ملعقة ممسوحة كامون نضيف رشة زعتر ضعب لأكيد نضيف ملعقة صغيرة نضيف جميلة نزيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة بصغيرة نضيفها ثلاثة دقائق سوف نضيفها ثلاثة دقائق سوف نضيفها نضيفها واضحة نضيفها تستعمل الخضراء كاملات و القرعة و مقليات تستعمل الخضراء و مقليات تستعمل البطاطا قطعتهم و رشيتهم بالملح يتعمل الخضراء و قليتهم و لا نقليها تنظر البطاطا نضيف الفلفل و نضيف كل شيء نقليه و نضعه في ورقة و فى شبيهة لأنها نستطرز من الزيت نضيف بطاطا نضيف بطاطا الكمية نضيف البطاطا كيف تشوفون البطاطس سهل و بسيط و في متناول بعد المرات تكون الخضراغيشة يطفت لجابع في اخر شهر او اخر اسبوع و لا اعرفوا ما ندروا بها يعني هذا البطاطس بالنسبة لي انا من المفضلات عندي يعني يجيبنين بزيف وسهل فتح ذار دياله سنوضع واحد الكمية ديال السلسة ديال الطماطم وهذا السلسة ديال الطماطم لان فيها هذا الزحتر يضعها واحد للده رائعة و ممكن كذلك اللي بغا تضيف اللحم المفروم تضيفه مع الكفتة و كذلك اللي بغا تضيف الطون تضيفه مع السلسة ديال الطماطم سوف ندروا الطابقة الاخيرة هي ديال الدنجال لكن شوفت بانها ما غاديش يكفين في الوجه كامل فانهذا سوف ندروا هكو كم صافين حدا بعد ديالهم مهم هو الدنجال يكون سقطروهم جيدا و لا يكون شارب الزيت و سوف ندر السلسة ديال الطماطم على وجه ديال البدنجال رائعة وهو بدينجال و تضيف حجزة توصيح تضيف الرأس تضيف حجزة و تضيف محطي كيف تضيف طابقة جيدة صعبت نضيف فقط رشاة الملح ورشاة الإبزار ردوا البال من الملح نضيف فقط ملح نضيف فقط ملح نضيف فقط ملح نضيف فقط ملح سوف نفرق نضيف فقط تضيف وراء من البلد ملح جبن مبشور اختياري و ليس ضروري كما تعلمون كما تعلمون جبن مبشور جبن مبشور جبن مبشور جبن مبشور جبن مبشور طيبتها بلده 20 درجة شعر الفرن من خلف جبن مبشور وطاب البيض بصفة مليئة تبدأ برد هذا الزيت لا تبقى يبقى وصفة مليئة بالخضر وفيتامينات لكن بالنسبة للمتبعين نحميها هذا الشيء مقليف الزيت يعني ما غادي شي يكون صحي ليهم من الأحسن أنكم تديروا البطاطا في الفران و تديروا البدنجل في الفران يعني أولا تشويهم كلهم في الفران هكي لابغيتوا يكون صحي 100% هنا أنا نقطع لكم تريف تشوفوه من داخل كيف يجير راكم شوتوا معي في أول فيديو صراحة البنات غاطن رائع وبسيط واقتصادي وفي متناول جميع كنتمنى أنكم جربوه وتردو علي الخبار أكيد إن شاء الله سنجبكم لا تنسونيش عفاكم والبنات من الضغط على زر اللايك الله يجلزكم بالخير وإني ما زال ما مشتركاش في القناة تشترك فضلا منها وليس أمرا وغادي نقول لكم مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله وإلى وصفة جديدة إن شاء الله وكان تلبو الله الصحة والسلامة والله يبعد عندنا هذا الوباء يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة